أول تصريح للسلطات النمساوية حول إعادة فتح ملفات لم شمل العائلات وإلغاء مواعيد التأشيرة طبعا هذا الموضوع اللي أرق كتير من الناس وعمل يعني قلق مع الأسف لكتير من طالبي اللجوء اللي كان عندهم موضوع لم يشمل وأخذين موافقة فعليا أخيرا يعني في الأمس 13 شهر نعم في الأمس صرحت الداخلية من خلال برنامج تلفزيوني برنامج راديو قالت أنه مورغن جورنال بيقولوا أنه فعليا تم إيقاف طلبات لم شمل لما يصل لألف شخص بسبب الوثائق السورية المزورة على هذا الأساس تم إيقاف أو إعادة طلبات لم شمل من سفارة بيروت من سفارة اسطنبول من سفارة طهران سفارة النبساوية طبعا منقصد وإعادتها للدراسة وللتحقيق على ما يبدو بموضوع إجراء فحص الدي انا لبعض العائلات التي يشك بأمره والتي يشك بأنه فعليا في بيانات مزورة باعتبار أنه وزير الداخلي قال يوجد كمية كبيرة من الملفاتي أو البيانات فعليا ممكن أن تكون مزورة فورا المفاوضية السامية للعمل المتحدة لشؤون اللاجئين قالت ودعت إلى عدم زيادة صعوبة لم شمل أسر اللاجئين وقال مفاوض السامي في بيان صحفي أن الفحوصات من شأنها أن تؤخر الجرعات لأشهر وتبقي العائلات التي غالبا ما يكون لديها أطفال صغار منفصلة بعضها عن بعض لفترة أطول وأضاف أن من الممكن في هذه الحالة أن يضطر أفراد العائلات إلى القيام برحلة أخرى محفوفة بالمخاطر إلى أقرب سفارة نمساوية من مناطق الأزمات أو أن تخسر عائلات أخرى تذاكر الطيران التي حجزتها بالفعل مشددا على أن اختبارات الحمض النووي لإثبات العلاقة الأسرية يجب أن تطلب كملاذ أخير فقط في حال وجود شكوك جدية أو مؤشرات على وجود نوايا احتيالية طبعا في منظمة في عندنا منظمة اللي هي اسمها أيها تماما أزيل كوردوناتيونن قال والمتحدث باسم منظمة لوكاس هايتلين تينجر هايتلين تينجر غيرتز قال أن السفارات تنمساوية ألغت حوالي 100 موعد ويوجد مئات المتضررين وقالوا أن هذا التصرف هو إجراء سياسي وله أبعاد سياسية وكما قال المستشار كارني هامر في الخبرنا السابق قال أنه يجب أن يسمع لناخبيه حتى يعيد العشرة بالمئة كيف يسمع لناخبيه؟ يضيق على هالألف شخص اللي هما عندهم مشكلة لمشمل واللي هن فعليا يصنفوا على أنه بيزودوا الأرقام المتعلقة بطلبات لجوء بالنمسا ترجمة نانسي قنقر